مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن أن بعثة رصد تابعة للمنظمة الدولية سيتم إرسالها إلى الحديدة خلال أيام لمراقبة تنفيذ الاتفاق وضاف غريف اتفاق الحديدة اتفاق إنساني ويجب على الطرفين أن يكون فخورين بتحقيقه تم الاتفاق على فك الاشتباكات وانسحاب القوات من المدينة والميناء والسماح للبضائع بالمرور من الحديدة إلى صنغاء من أجل مكافحة المجاعة وهناك نقطة ثانية أن الأمم المتحدة ستطلع بدور قيادية في الميناء وستقوم الأمم المتحدة بتحديد احتياجات المدينة والميناء عبر خبراء الآن الأمر يأتي في مسألة التنفيذ لذلك الأمم المتحدة أعلنت أنها سترسل بعثة دولية لمراقبة عملية الاشراف على عملية انسحاب ميليشيات الإنقلابين الحوتيين من محافظة الحديدة ومن كافة المؤسسات في محافظة الحديدة وتسليمها لقوات الأمن الآن نحن في مرحلة حقيقية هي مرحلة التنفيذ وعلى ما ستقوم به ميليشيات الإنقلابين الحوتيين داخل محافظة الحديدة سيمكننا قياس مدى جدية ميليشيات الإنقلابين الحوتيين للانخراط في عملية السلام تفضيلا لمصلحة اليمنيين وليس لمصلحة إيران واجندة إيران المبعوث الدولي إلى اليمن بدى واضحا حيث أكد أن هناك التزام دولي جدي في اليمن وهذا لم يحدث في السابق وتحدث عن النجاح في التوصل إلى اتفاق في البداية بدأنا بطموح صغيرة وفي النهاية حققنا اتفاقا حقيقيا اليوم هذا الاتفاق يدخل في مرحلة جديدة بعد أن تم توقيعه على الورق واتفاق الطرفين كما شاهدنا في مفاوضات سويد واعتبرت هذه الخطوة خطوة مهمة وحظيت بتأييد كبير تأييد عربي على مستوى الخارجيات العرب وأيضا تأييد دولي كبير من الدول الرعية للسلام في اليمن الدول الممثلة في مجلس الأمن وحظية أيضا بتقطية إعلامية كبيرة على مختلف وسائل الإعلام تظل أهم العرقيل التي واجهت الأمم المتحدة هي بناء الثقة الطرفان لم يتفاوض سابقا منذ عامين ولم يتفاوض كفريق ولذلك كان على الأمم المتحدة أن تساعد على تهيئة الأجواء من أجل اجتماعهم مجددا والتركيز على التفاصيل الدقيقة والملموسة بعيدا عن البذاءة والنقد والتجريح مروى النبيل لقناة الإخبارية عدن